تصب بعض النصائح الصحية التي يطلقها البعض في المغزى الذي يرمي لتصنيف الأندومي على قائمة الأغذية الضارة جدا لأنه كما تقول يحتوي على سموم كامنة ويسبب السرطان ويؤثر على الدماغ ويسبب مشاكل في القلب تنتهي بالموت المفاجئ وغيرها من عنوين كبيرة وفرضيات اجتهادية أصبحت تصول وتجول بين أروقة الشبكات الاجتماعية إلا أنه وبعد قراءة الكثير من التقارير الطبية في الجانب الغدائي من مصادرها الأصلية المعتمدة وبعد التحقق من كل المكونات المسجلة على بيانات أكياس الأندومي المنتجة من شركات متعددة وفي دول مختلفة تبين باختصار أن الأندومي الذي لم أجربه قط في حياتي ولا أرغب في تجريبه مطلقا بأي شكل من الأشكال لا يعد كونه إلا وجبة معلبة سريعة عابرة لا تختلف البتة عن سائر الأغذية السريعة العابرة ولا توجد دلائل حقيقية على ما تم الإشارة له من عنوين مرضية مخيفة ينفرد بها الأندومي دون غيره كما تدعي بعض المنشورات المتكررة التي أصبحت مملة لا لأن الأندومي مفيد فضرره كضرر أي غذاء محفوظ على نفس الطريقة ونحن لا ندافع عنه بل نضع النقاط على الحروف ولكن لأن تلك الإسطوانات المتكررة لا تستند لمصداق علمي يعتمد عليه وهذا الكلام لا يعني أيضا التشجيع على أكل الأندومي بل يعني أننا يجب أن نمسك العصاه من الوسط عند تقييمنا لأي منتج غذائي فلا يجوز أن نذهب لأقصى اليمين ولا يجوز أيضا أن نذهب لأقصى اليسار دون بينة أو برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين حتى لا نفقد موقعيتنا في تقييم المنتجات بطريقة منطقية وحتى لا نضيع الصواب في أضرارها الواقعية التي تختبئ بين مفاصلها فبدلا من كسب القضية أمام المتعطشين لمعرفة حقيقتها نخسرها بسبب مبالغتنا وتضخيمنا لعناوينها فلو اكتفينا بتصريف الأندومي كغذاء غير مفيد ولا يجوز التعويل عليه لأن ذلك قد يؤدي لأضرار صحية بسبب حرمان الجسم مما هو مهم ويحمل فائدة وبسبب احتوائه على مواد مضافة ومواد حافظة كبقية الأغذية المعبئة التجارية لكانت الصياغة المقدمة مقبولة لأنها تلامس الواقع وتنطبق فعلا عليه بعض المنشورات تقول بأن الأندومي يحتوي على الشم الماسك لشعيراته المتلاصقة والمضغوطة في كتلة واحدة وهنا نؤكد أولا على أن الشم أو البارافين يعد مادة ضارة للجهاز الهضمي خصوصا حينما تضاف للأغذية وعليه فإنه كما تقول تلك المنشورات مسؤول عن انتفاخ البطن والاضطراب المعدي والحقيقة هنا هي أن الأندومي كبقية الأغذية السريعة المشبعة بالنشويات يحتوي على خمائر وبايكربونات الصوديوم قد تقود الجهاز الهضمي للانتفاخ خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية وبعبارة مباشرة فإن المسبب في الانتفاخ ليس الشم أو البارافين الذي لم يثبت أنه موجود فيه بل هي تلك المواد المضافة التي من ضمنها الخمائر التي تبيحها المؤسسات الغذائية العالمية عند وضعها في الأغذية المعلبة التجارية ومنها مؤسسة الغذاء والدواء العالمية وغيرها من مؤسسات دولية حتى لو كانت تلك المواد المضافة أيا كان نوعها لا تقدم فائدة صحية حقيقية للجسم البشري وأما بخصوص المنشورات التي تركز على احتواء الأندومي على مادة جيلاتين الصوديوم الأحادي وتصنيفها على أنها مادة ضارة فإنه وكما تبين أيضا أنه لا توجد تقارير حقيقية تشير إلى أنها تسبب تلك الأخطار المرتبطة بمشاكل القلب والدماغ والأورام السرطانية اعتمادا على تقارير المؤسسات الغذائية بحدودها المنصوص عليها فمن لم يقرها من المؤسسات الغذائية بشكل مباشر لا أقلها لم يصنفها مطلقا ولم يشر لأي عنوان سلبي أو إيجابي بخصوصها وهذا الكلام لا يعني أن هذه المادة مفيدة فأرجو الانتباه فغياب فائدتها الصحية للجسم لا يعني ثبوت ضررها عليه وللمعلومية فإننا لو سلمنا بخطر هذه المادة مادة جيلاتين الصوديوم الأحادي في حدود نطاق ميكانيكية ما تقوم به من عمل داخل الجسم البشري من خلال بعض الوثائق والبيانات الخاصة فإننا لا بد أن نعرف ما تقود إليه من مشاكل صحية بطريقة صحيحة وبما يتوافق ومنهج العقلاء في تصنيف المواد الممرضة ولا يجوز أن نبالغ في بعض المخاطر بطريقة حيازية وليست علمية ومن جانب ثاني فإننا لا بد أن نفهم حينها أيضا بأن هذه المادة موجودة وبكميات مضاعفة في الكثير من الأغذية الشرق أسيوية والصينية واليابانية التي يتغلغل زيت الصودة وما شابه من مواد في مأكولاتها بل ولا تستغني عنه مطاعمها بل أنها بشكل سريع بدأت تتدرج لتدخل في الكثير من الأغذية العالمية ومنها العربية وهذا الكلام هو توصيف للواقع أكثر منه تبرئة لما ينسب لها من عنوين مرضية وكل حديثي هذا هو عن مادة جيلاتين الصوديوم الأحادي وبالتالي فحينما نقبل برفض الأندومي على أساس وجود هذه المادة فيه ولا بأس بقبول هكذا توجه أيا كانت أسبابه ولكن لنفرض أن هذا الطرح مقبول فإنه لابد أن يكون معيار التطبيق حينها واحد وأن نقوم برفض كل الأغذية المحتوية على نفس المادة وأن يكون الحديث عندها مرتبط بها كمادة جيلاتين الصوديوم الأحادي لا بمجمل أكياس الأندومي وباختصار أؤكد مرة ثانية على أن الأندومي غني بالنشويات وبالسعرات الحرارية ويحتوي على بهارات ومادة جيلاتين الصوديوم الأحادي وخمائر وزيوت مختلفة المصادر الموجودة في أكياسه الصغيرة وقد يحتوي على مواد حافظة ضارة كسائر الأغذية المعلبة بل أؤكد أيضا على أن ما فيه من مواد غير مفيدة موجودة أيضا في غيره ومن هنا هو غير مناسب لمن يسعى للتخفيف من وزنه أو يعاني من مشاكل في جهازه الهضمي أو يرغب في تقنين وجباته لتكون صحية ومفيدة بمعناها الغذائي أو يسعى لتجنب النشويات بشكل عام أو لمن يسعى لتجنب كل تلك المعلبات والأغذية التي بها مواد حافظة وعليه تقتضي المصداقية مننا أن نقول بأن الأقاويل التي تثار حول الأندومي دون غيره على أنه يسبب ما يسبب من عنوين صحية كبيرة هي أقاويل غير صحيحة بهيئتها المقدمة لنا استنادا للصورة التحليلية للموضوع وبالمنظور الواقعي والمنطقي لأنها لا تستند لدليل ولأنها تكيل بمكيالين فتراها ترفض الأندومي من جانب وبالمعايير التي تقدمها تقبل غيره من الأغذية المصفوفة على رفوف البقالات المماثلة له في المكونات والتركيب الصناعي من جانب آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر